ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب منه من التزم بسنته لهذا تعالوا نعيش نحن مع الشمائل نعيش نحن مع الشريعة مع السنة مع المنهج مع الفقه مع الموعظة مع الزكر إذا كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام قليلة كل عام كما يحتفل العاق بأمه في عيد الأم تعالوا نحن نعيش البرج طوال العام قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرباني هو الذي يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره تعالوا نبدأ من أول صفحة في كتاب الفقه من أول صفحة في كتب التزكية والسلوك والتربية الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس تعالوا نبدأ من الوضوء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يريد أن يرانا وأنه سيعرفنا من آثار الوضوء لهذا فرقاء اليوم بعنوان حافظوا على الوضوء حافظ على وضوءك الحفاظ على الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء ليس معناها أنه لا ينتقد وضوءه إننا بشر ولا معناها مقاومة انتقاد الوضوء قال عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لحاق ولا وهو يدافع الأخبثين ليس بالتأكيد المعنى هو أن ندافع الأخبثين ونمتنع من انتقاد الوضوء وإنما المعنى أن نحرص على أن نتوضأ بعد كل مرة ينتقد فيها الوضوء خطبة حلقة هذا المساء عن قول بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله يا بلال ما لأسمع خشخشة قدميك في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام فقال بلال رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحدثت حدثا إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي إيه رأيك يا أستاذ بطريق نسمي الحلقة دي السنة البلالية سيدنا بلال رضي الله عنه ورضا طريقته التي أحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرها أصبحت سنة تقريرية السنة أفعال رسوله أقواله وتقريراته ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلال صارت سنة حسنة في صحيفة سيدنا بلال رضي الله عنه ورضا السنة البلالية حافظوا على الوضوء قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا استقيموا يعني كونوا مستقيمين تعبدوا لله بكل طاعة وتوبوا إلى الله من كل زنب استقيموا قال استقيموا ولن تحصوا مهما يكن ما من مؤمن إلا وله الزنب يعتادوا الفينة بعد الفينة مهما يكن لو أنكم لا تزنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يزنبون فيستغفرون فيغفر لهم مهما يكن كل ابن أدم خطاء خير الخطائين التوابون مهما تكن لن تكون ملاكا ولا نبيا معصوما وإنما ستظل بشرا مزلما استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة إذا أردت أن ترتفع إلى الاستقامة فاستقم كما أمرت إذا أردت أن تلزم حد الاستقامة الذي لا غبر على صاحبه تقترب من الملائكة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات إذا أردت الاستقامة لدرجة إنها السكينة الملائكة تنزلت لسماع القرآن إذا أردت أن تصل إلى هذا المستوى من الاستقامة فعليك بالصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن انظروا إلى هذه الثلاثة مصائح استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إنها متصلة جدا إذا أردت الاستقامة وإذا أردت الملائكية وإذا أردت العصم وإذا أردت قمة الهداية والنسخة الأعظم والنموذجية من الهداية فاعلم أن خير أعمالك الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يحافظ على الوضوء إذا كانت الصلاة لها أو قد كرها فالوضوء في كل وقت إذا كانت الصلاة تأخذك من بعض وظائفك وأعمالك فإن الوضوء تستطيع أن تكون ملتزما به مع سائر أشغالك وأعمالك إنه قيمة معنوية جدا الوضوء قيمة معنوية جدا رفع الحدث يختلف عن إزالة النجاس الوضوء شيء معنوي جدا ليس شيئا ماديا فقط إننا نتوضأ من أجل الحدث وليس في الأعضاء المغسورة في الوضوء ما يتعلق بمكان النجاسة إنها مسألة معنوية بحتة إنها قيمة حين تتوضأ من إخراج الريح أو من التبول أو من التغوط أو من لمس النساء أو من مس الفرج أو من النوم ماذا تغسل؟ هل تغسل أشياء متعلقة بأماكن النجاسات؟ لا وإنما تكفير عام تقرب إلى الله عز وجل لتعلم أنه دين الأسرار دين المعاني دين القيم دين الروح دين التطهر لا التطهير فقط ولهذا فالقيمة قيمة محافظة حافظ على الوضوء حافظ؟ يعني كأن الوضوء مثل المال حافظ على الوضوء نعم إن الحفاظ على الوضوء مجهود من الناس من يتساهل فيه أن يجعل عزكم الله وأكرمكم ورزقني وإياكم الحياء من الناس من يتساهل في مسألة التخلص من الريح ويجعل ذلك سبهللة لا حافظ على الوضوء اجعله في حدود لا تضر صحتك ولا تؤذي الملائكة من حولك ولا تؤذي الناس بصوت أو ريح تفاصيل تفاصيل لا يفعلها كل الناس وإنما قيمة كبيرة قيمة كبيرة يجعل الخلاء الحمام هو مكان التخلي عن هذه الأشياء ويحافظ على الوضوء